الثامنة صباحاً نروح لمجز أهم الأنباء مع منا تقدر يا منا شكراً لكي جمالة الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلاً بكم عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية وخلال الزيارة قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية في حي الطريف التراثي بالعاصمة الرياض بصحبة ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكدت مصر والسعودية عزمهما على تعزيز تعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي لبرولة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما وأهمية استمرار التنسيق والتشاور زي التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة وأكد الجانبان في البيان الصادر بمناسبة زيارة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ وعلى أهمية العمل العربي المشترك وتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاطلاع بهذه المسئولية وهي مسئولية تقع على عاتق كل الدول العربية ويطلع بها البلدان الشقيقان في إطار عملهم المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة أكد رئيس السيسي عدم سمح مصر بالمساس بأمن واستقرار دول الخليج مشددا على أن أمن الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر وخلال لقائه الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ضمن زيارته لمدينة الرياض شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجن هذه التحديات التي تواجه المنطقة العربية معربا عن تطلع مصر لتعزيز علاقة التعاون الثنائي مع السعودية في جميع المجالات كما أجرى الرئيس السيسي لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن ولي العهد أعرب عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبا مشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة وخلال اللقاء أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام مصر بتعزيز التواصل المستمر بين مصر والسعودية من خلال الزيارات المتبادلة والحرصي على أن تمثل هذه الزيارات قوة دفع لزيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين أكدت قرينة رئيس الجمهورية سيد انتصار السيسي أن المرأة المصرية أصبحت تتولى مناصب مهمة لم تكن متاحة لها من قبل مشيرة إلى اهتمام الرئيس السيسي الكبير بما كانت المرأة المصرية وتقديره لدورها في المجتمع وخلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية تحت عنوان المرأة المصرية أيقونة النجاح شددت السيدة الانتصار السيسي على أن المرأة المصرية هي التي تضيف للمكان والمنصب الذي تتولى وليس العكس مشيرة إلى أن تمكين المرأة ليس فقط من خلال المساواة في المناصب وإنما أيضا من خلال مساعدتها للقيام بمهامها بكل كفاءة أبدت السيدة الانتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك سعادتها بحضور احتفال أيقونة المرأة المصرية بمنسبة يوم المرأة العالمي وسط نخبة مميزة من نماذج مشرفة وملهمة لنساء مصر العظيمة مؤكدة أن المرأة هي الركزة الأساسية للأمة وأن تطور أي مجتمع ورقيه يرتبط ارتباطا وثيقا بدرجة وعي نسائه وثقافتهم وهو ما تحقق بالفعل فقد أصبحت حقوق البرأة واقعا حقيقيا بفضل جهود الدولة المصرية أعلنت وزارة الصحة خروج 912 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 423135 حالة وفي بيانها اليومي أعلنت وزارة الصحة تسجيل 882 حالة إيجابية جديدة و22 حالة وفاة ورياضيا فاز فريق الأهلي لكرة القدم على بيراميز بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما والمؤجلة من الأسبوع الثامن ببطولة الدوري الممتاز سجل أهداف الأهلي محمد مندي أفشا وعمر سليا بالإضافة إلى محمد شريف بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 28 في صدارة جدول الدوري فيما تراجع بيراميز للمركز الثاني برصيد 26 نقطة وتبقى للأهلي مباراة مبأجة ختاب منجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يومصر ببعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر